كادت أن تتحول إلى صدامة بينهم والعناصر الأمنية الإداريون العاملون في المستشفيات والمراكز الصحية في البصرة تظاهروا معلنين غلق دائرتهم مطالبين بتزديد مستحقتهم المالية أسوة بأقرانهم في باقي محافظات العراق حديثهم للتغيير امتزج مع رفع لافتات طالبت هيئة النزاهة بالتحرك تجاه الوضع الإداري والمالي لدائرة صحة البصرة والتي أضحت متميزة بسلب حقوق إداريها الذين طلبوا بإقالة مديرهم العام كونه المعرقل الوحيد أمام نيل حقوقهم يشار إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية هي الثانية بعد إضراب الأطباء المقيمين في مستشفيات البصرة يوم أمس الأول والمطلب واحد متركز على صرف المستحقات المالية أو إقالة المدير العام لدائرة صحة البصرة قبل الشروع بالتصعيد وصولا للاعتصام المفتوح من البصرة كانتقي قناة التغيير اشتركوا في القناة